اجتمعت معالية سيدة فوزية بنت عبدالله زينان رئيسة مجلس النواب أمس مع سعادة سيدة بابرا ريف مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بحضور معالي الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة وجرى خلال اللقاء بحث سبل توظيف التعاون البرلماني بين مملكة البحرين وأمريكا وتعزيز التنسيق في الفلف المنفات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وخلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن أكدت معاليها أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من علاقات تعاون متنامية وأكدت معاليها أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تحرص على توفير البنية القانونية المحفزة ودعم التوجهات المشتركة لتنمية التعاون الاستثماري بين مملكة البحرين والولايات المتحدة مؤكدة أهمية إطلاق منطقة التجارة الأمريكية في البحرين مؤخرا وبينت معاليها موقف مملكة البحرين من الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية مؤكدة تبني المملكة للخيارات الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار واتباع النهج القائم على إيجاد حلول سياسية من جانبها أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالولايات المتحدة الأمريكية أن مملكة البحرين تعد حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة وعنصرا فاعلا في المجتمع الدولي عبر ما تقوم به من جهود داعمة لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تنظر لمملكة البحرين باعتبارها دولة داعية للسلام في العالم وحاضنة للتنوع الفريد بين الأديان والطوائف والأعراق المختلفة ورعية للتعايش الديني مؤكدة الحرص على تقوية أواصر التقارب بين البلدين الصديقين وتنمية الشراكة والتعاون في كافة المجالات ترجمة نانسي قنقر